الملك يبدأ جولة داخلية من منطقة القصيم المنطقة على موعد تاريخي مع مشروعات عملاقة ترسخ المسيرة التنموية والمواطنون يستبشرون بحوار القلب إلى القلب مع القيادة السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى حلقة جديدة في هنا الرياض قالها الملك سلمان يحفظه الله كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى قول يتبعه فعل ومنطقة القصيم هي أولى محطات الجولة الملكية التي ترسم ملامح الوحدة والتلاحم بين القيادة وشعبها تحت منظلة هذا الوطن وعلى النهج ذاته الذي أرساه الملك عبد العزيز رحمه الله ولكون الإنسان أولوي في بلادنا فزيارة خدم الحرمين الشريفين وولي عهده للقصيم تحمل معها بشائر الخير في صناعة المستقبل ومواكبة الطموح وتنمية الموارد البشرية مع نقلة خدمية نوعية بحزمة مشروعات عملاقة تشمل مختلف القطاعات التعليمية الصحية الاجتماعية الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التراثية زيارة إذن تفتح أبواب التطوير للمنطقة لكن يظل اللقاء بين القيادة والشعب وأحاديث القلب وتلموس حاجة المواطن مباشرة تظل ملمحا بارزا يميز المملكة هذا البنيان الراسخ بحكمة قيادته وولاء شعبه على موعد مع الخير والنماء والعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله يكتب تاريخا جديدا للمنطقة متوجا تلاحم الشعب والقيادة ودافعا لمسيرة الحاضر في استشراف لرؤية المستقبل من روح التاريخ وعلى نهج الملك المؤسس تأتي زيارة الملك سلمان للقصيم لتؤكد أن المواطن في كل المناطق في قلب وعقل القيادة والأياد دائما ممدودة بجزيل العطاء لمواكبة الآمال والطموحات اعتزاز واحتفاء من أهالي المنطقة واستبشار بنقلة نوعية وخدمية مع افتتاح وتجشين أكثر من ثلاثين مشروعا تنمويا خلال زيارة الملك وولي عهده بدون أدرشك تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين هي أمطار القلوب فأنا أقول الحقيقة يعني تشريف سيدي خادم الحرمين وسمول عهد الأمين إلى منطقة القصيم هو شرف عظيم لرجالها ونسائها وشبابها وجميع أهاليها الذين يحتفلون بهذه الزيارة من جميع محافظات ومدن ومراكز هذه المنطقة فرحة وابتهاجة بهذه الزيارة التي هي تعتبر زيارة تاريخية منذ أن تولى سيدي خادم الحرمين الشريفين مقالد الحكم هذه تعتبر أول زيارة وتعتبر الأولى في زيارة المناطق فبدون أنه شرف عظيم مشاريع تعزز التنمية بأيدي أبناء الوطن من المواطنين والمواطنات وتفتح لهم أبواب الرفاهية والازدهار وفق النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل رؤيتها المستقبلية عشرين ثلاثين ترسيخ لنهج الملك المؤسس يتجدد في الزيارة الملكية الكريمة لمنطقة القصيم ولقاء عنوانه الشفافية والاهتمام يجمع القيادة بالمواطن في مجلس مفتوح قل مثيله إن لم ينعدم أهلا بكم أبدى النقاش في هذا الملف مع ضيف للستوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري أهلا بك دكتور يعني القيادة الرشيدة لا تكتفي فقط بمجالس مفتوحة تستقبل فيها المواطنين من كافة عنحاء المملكة ولا باستقبال طلباتهم إلكترونيا كما هو معتاد في كل الوزارات مثلا أو حتى في الديوان الملكي بل يذهب خادم الحرمان الشريفين بنفسه وولي عهده إلى مناطق المملكة ليجلس إلى أهالي هذه المنطقة يستمع منهم مباشرة ويستمعون منه أي دلالة لهذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية حيك أخي مفرح وإلى الزملاء العاملي معكم في الستوديو وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام العلاقة بين القيادة في المملكة العربية السعودية والشعب السعودي هي علاقة استثنائية وهذه البلاد قامت على ثلاث ركائز هذه الركائز الثلاثة هي سبب وسر ديمومة هذه البلاد إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة وسر قوتها التي ستقول هي حائط الصد ضد أي تربص أو اعتداء وهي ما أسميه المثلث الذهبي القوي والصخرة الصماء وهي القيادة والعقيدة والشعب هذه الثلاثة الأمور تستمد قوتها من بعضها فهذه القيادة انطلقت من الشعب والشعب انطلقت من القيادة ثم القيادة والشعب تحكم وتنطلق من هذه العقيدة الإسلامية لذلك العلاقة منذ عدل ملك عبد العزيز العلاقة مع الشعب هي علاقة أسرة وحدة وعلاقة شعب ولذلك هذه الزيارة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله هي تأتي امتدادا لهذا النهج وهو أن تذهب إلى المواطن في مكانه ولا تجعله يأتي إليك في بيتك أو يأتي إليك في مكتبك أو يأتي إليك في ديوانك أو حتى يتصل بك تلفونيا أو حتى يرسل لك إيميل وإنما تذهب إليه في مكانه لتسمع منه وأيضا تقدم له ما يستحر ولذلك الملك سلمان منذ كان أميرا لمنطقة الرياضة له علاقات استثنائية مع الشعب السعودي تصل إلى حد الصداقة وتصل إلى حد المعرفة الشخصية بالمناطق وبالسكان وبالأهالي ويسلده في ذلك خلفية التاريخية وخلفية الثقافية وهو مؤرخ ولذلك تجد مجالس دائما حافلة بهذه الفعاليات ولذلك أنا أعتقد هذه الصورة وهذه اللوحة التي رأيناها اليوم في القصيم هي نفسها ستشاهدها غدا في حائل وستشاهدها في الشمال وستشاهدها في كل قرية وكل مدينة هم بدأوا يحتفلون من قبل أن تبدأ الزيارة هم بدأوا يجهزون الأنشيد وبدأوا يجهزون القصائد وبدأوا يجهزون اللوحات من قبل أن تأدي الزيارة بل تجد أن كثيرا من الأبناء وكثيرا من الأطفال بسجيتهم وبطبيعتهم ينتظرون خادم الحرمين وهو والد الجميل ولذلك لا نستغلب أن نقدم هذه الصور للعالم ونقول أن العلاقة بين القيادة والشعب في مملكة العربية السعودية هي صورة استثنائية هي التي نفخر بها في كل مكان وهي التي كل مواطن يعتز ويفتخر أن يكون من منسوب هذه البلاد المباركة طيب ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بريدة أستاذ علم الاجتماع في جماعة القصيم دكتور عبدالعزيز المشيقح أهلا بك دكتور عبدالعزيز يعني هذه العلاقة ما بين القيادة والشعب كما وصفها الدكتور أحمد هنا هي علاقة أسرة واحدة هي صورة استثنائية قل أن نرى نظيرها في دول كثيرة إن لم يكن هذا النظير منعدما تماما نحن نتابع الآن احتفال أهالي القصيم بزيارة خدم الحرمين الشريفين وأنتم في القصيم هذه الزيارة ماذا تمثل لكم خصوصا أنها باكرة هذه الجولة لخدم الحرمين الشريفين أهلا وسهلا بكم أهلا بكم وإرشاد المتاهدين عبر القناة الأخصارية المشاعر التي توصف في هذه اللحظات ونحن مشاهد هذه الاحتفالية والتظاهرة الحقيقة التي لنشت غريبة من أهل القصيم في ولاة الأمر وكيف الملك العظيم موجود لدينا في منطقة القصيم ونجد الكبير والصغفين والنساء والأولاد كلهم في هذه الاحتفالية يشعرون بغسة والسطرور أن يكون ملك البلاد المفدى ملك الحزم والعزم لدينا في منطقة القصيم نعم نحن أمام فعل يتكرر باستمرار من قادة هذه البلاد الملك عبد العزيز زر القصيم 1357 الملك عبد العزيز أيضا يزور القصيم مجددا في 1360 أيضا الملك سعود الملك فيصل في عام 1393 الملك خالد في عام 1401 نعم نحن نسمع وكانت على الهواء الآن يعني دكتور عبد العزيز هذا التكرار من كل قادة هذه البلاد لزيارة مناطق المملكة المختلفة ولقاء أبنائها ماذا يمثل فضلا عن الاستماع للشعب هناك نعم طبعا لا شك أن هذه الزيارات هي انتداد لما قام به المؤسس سيد الله وفراء الملك عبد العزيز وشار عليه أبنائه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وملك سلمان الذي عاصر المبوك وحقيقة هو ليس بغريب عن هذه الزيارات وما عهدنا زيارة من عهد المؤكد حتى يومنا الحاضر إلا ما يكون محيثنا المفتاح متواجد لمنطقة القطيل وله تاريخ لهذه الزيارات لكن الآن مولاي خرمين الشريفين وسموه ولي عهده في هذه المهرجان وأنتم تسمعون هذه الاحتفالية إلا جليل للتواصل بين الرائع والرعية واقفل حقيقة نجد أن كثيرا من الدول التي حولنا نجد من هناك من الصراعات والإجتالات بين حكومات وبينا وبين جماعات الهابية لكن في دولة الأمن والأمان نجد أن نجدنا الملك ثمان يعني يزدد هذا الولاء بين الرائع والرعية والشعب كله منفتح وما يعني هو حقيقة عيد عيد رخم جدا في منطقة القطيل أن يجدوا جزء ولاءهم وحبهم وعمقهم بخياذتهم في ملك الحزم وأيضا ولي عهد طاحب الرؤية المنفتحة التي حقيقة يجددت وأحيت دور المملكة الرياضي على مستوى العالم هذه أيام وعديكات ولداني ثقة في التاريخ من مليكة أسوى العزيز نعم شكرا لك دكتور عبد العزيز المشيقح أستاذ علم الاجتماع في جامعة القصيم شكرا جزيلا لك يعني دكتور أحمد الدول التي حولنا تحدث عنها الدكتور المشيقح يعني بالتالي رسائل هذه الجولة الملكية التي بدأت بمنطقة القصيم ليس فقط تقتصر على الداخل وإنما تتجاوز ربما لتبعث رسائل إلى الخارج ما هي برأيك؟ كلام جميل حقيقة سؤالك هذا خليدي أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية التي العالم الآن كله يترقب انتخابات الكونجرس وأيضا الرئيس أيضا على وجه هل يمدد في فترة ثانية أو هل يفوز الجمهوريون أم الديمقراطيون نقول نحن في هذه الزيارات هي استفتاء شعبي بامتياز يعني من أراد أن ينظر علاقة الملك أو القيادة بالشعب فلنظر إلى هذه مهرجاتنا التي خرجوا عفوية لم يأتي بمحد ولم يطلبون محد وإنما جاء بهم حب القيادة حب القيادة التي انطلقت أصلا من الشعب وحب الشعب الذي أصلا هو انطلق من القيادة ولذلك نحن نقدم هذه الصورة للعالم وهذه رسائن للعالم التفاف الشعب حول القيادة حب القيادة للشعب التي لا تقبل أن يفصل بينها وبين هذا الشعب مسؤول أو حاجز بلكنه يتكبد مشقة الطريق رغم استمرار التوصيات دائما سواء للوزراء سواء لأمراء المناطق بتلمس احتياجات المواطنين والعمل عليها وإنجازها بأسرع وقت إلا أن القيادة لا تهمل جانب أن تذهب هي إلى هذه المناطق لتنظر بعين القائد الحكيم ما أنجز ما تم هل من احتياجات لم يوصلها أي من المسؤولين إلى القيادة أحسنت وأضيف على ما تفضلت به أن كل أمير منطقة هو يمثل ولي الأمر ولذلك تجد أمراء المناطق مجالسهم مفتوحة بما فيها منطقة القصيب وأميرها النشط صاحب السمو الملك الأمير فيصل ومشعل وأنا حضرت في مجلسنا الكثير من الفعاليات وكان ينقل ما يوصي به ولي الأمر يقول ولي الأمر يصينا بأن نستمع إليكم منهم؟ كان كبار السن وكان الشباب شباب الجامعات وكان شباب المدارس لأن هؤلاء لهم تطلعات وليست الزيارة من أجل فقط مشاريع وافتتاح فهذه أمور طبيعية تتم على مدار العام صحيح وإنما لمشاركتهم في رسم سياسة وخطة المستقبل لدينا خطة ورؤية لذلك الشعب هو الذي يزج هذه السياسة هو الذي يشارك في إعدادها هو الذي يشارك في رسمها ولذلك خادم الحرمين عندما يذهب إلى منطقة من المناطق فهي الرسالة لجميع المناطق يعني ذهابه للقصيم أو للمنطقة الشمالية هو ذهاب لجميع مناطق المملكة لأن المشاريع هي وحدة الميزانية هي وحدة التطلعات هي وحدة الطموحات هي وحدة الحب المتبادل هي وحدة وتجد أن كل الشعب السعودي يحتفل بهذه الزيارة سواء كانت في المنطقة الشرقية أو الجنوبية أو الشمالية في أي مكان يحل القائد تجد أن لسان حال الشعب هو يبادل هذه القيادة الحب يبادلها الشعور أضف إلى ذلك هناك أيضا ملامح ونحن مقدمون على الرؤية عشرين ثلاثين بما فيها من خطط بما فيها من مشاريع بما فيها من استحقاقات منطقة القصيم ليست بعيدة عن هذه الخطة في أهلها المشاريع فيها إنجازات المنطقة الشمالية أيضا المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية كل المناطق تجد أن لها نصيبها من هذه الخطة ومن هذه الرؤية ولذلك تجد أن ولي الأمر سواء كان حضر بنفسه أو أنابى ولي عهده أو أنابى حتى أمير المنطقة تجد ولي الأمر عين على كل منطقة ومثل ما تفضلت في مقدمتك كل مواطن كل منطقة هي في قلب وفي عين ولي الأمر طيب لكن أعود لنقطة أنت طرحتها وهي كأنها استفتاء شعبي على علاقة القيادة بالشعب أذكر أنه كان هناك استغراب خلال الأسابيع الماضية في الواشنطن بوست تحديدا من حالة التلاحم بين القيادة والشعب تحديدا حالة الحب مثلا التي عبر عنها كثير من المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا لخدم الحرمان الشريفين ولي ولي عهده ربما هي لا تفهم العلاقة في مجتمعك المملكة العربية السعودية كيف قامت هذه الدولة كيف نشأت كيف هي العلاقة بين القيادة والشعب فعليا أشكرك على هذا السؤال أنا أختصرها بما ذكرته في تغريدة على تويتر قلت الرئيس بوتن والرئيس ترامب والرئيس ماكرون وتريزا مي وميركل كلهم فازوا بنسبة 51 ويمكن حتى فيها كلام ويمكن حتى فيها كلام لكن استفتاء خادم الحرمان الشريفين وولي عهده الأمين لم يجبرهم أحد على الحضور كان بنسبة 100% وأنا متابع تويتر وأنا رأيت الإجماع الشعبي والشبابي وكل في بيته وكل على جواله وكل في مكانه يقدمون ولذلك كانت استفتاء خادم الحرمان الشريفين وولي عهده بنسبة 100% وهذه الصورة التي نقدمها للعالم دون أن يكون هناك إغراءات أو يكون هناك وعود أو موعيد مثل ما تحدث الآن في الدول حتى الدول التي تدعي الديمقراطية مثل أمريكا ومثل أربا تجد أن استفتاءاتهم تتجاذبها طوائف تتجاذبها بصالح سياسية تتجاذبها بصالح اقتصادية نحن استفتاءنا على قيادتنا ينطلق من المثلث الذي قلت في بداية حديثي قيادة وشعب وعقيدة هذا الاحتفال في ملعب فسيح هناك حضور من كافة أبناء القصيم لا أحد لم يحشدوا لم يطلب منهم أحد الحضور حبا فقط ورغبة في رؤية القيادة في أرضهم وأنا أعتقد أن هناك من خارج المنطقة من أتى لماذا؟ لأن حب الشعب لهذا الملك وولي أهده الأمين وقيادته وليست وليدة العصر وليست وليدة اليوم كما قلنا في المقدم منذ العادة الملك عبد العزيز وليس نحن بصدد مثل ما تفضلتنا نأخذ التواريخ زيارات الملك عبد العزيز ولملك فيصل وفهد وسعود هذا فقط لنثبت أنه ليس همرا طارئا على المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزى من نهج وسياسة هذه البلاد ودائما أعيد وأقول قيادة هذه البلاد لم تأتي على دبابة محتل ولم تأتي خلصة أو على حين غره لتعتلي هذا الشعب وإنما جاء الشعب والقيادة ليوحد هذه البلاد ولذلك تجد أن هذا الحب وهذا الاجتماع وهذا الانسجام بين القيادة والشعب هو سر القوة الحقيقية التي تعطي هذه البلاد القوة الدائمة بإذن الله والحقيقة مثل ما حصل الآن في وسائل الإعلام كانت الرسالة قوية حتى تحدثت عنها كثير من وسائل الإعلام الغربية قالوا رأينا الشعب السعودي في التفافي حول قيادته يزيد أكثر عندما يكون هناك محاولة للنيل من أمننا فتجد الشعب السعودي ينزع ليجدد ويؤكد هذه اللحبة التي بإذن الله لن يستطيع أي مخلوق أو تستطيع أي قوة مهما حاولت أن تخترق هذا المثلث الكبير وهو القيادة والعقيدة والشعب طيب إذن نذهب لفاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مستمرون معكم في هنا الرياض وأرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور أحمد الشهري لنذهب إلى ملفنا التالي بعد قليل التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يتواصل ساعات تفصل الأمريكيين عن الوصول للنتائج الأولية والترقب والانتظار سيداء الموقف ترجمة نانسي قنقر تتواصل انتخابات الولايات المتحدة النصفية مع نهاية الحملات الانتخابية للمرشحين والتي كانت جل عنوينها داخلية ما يعكس تقريبا مزاج الناخب الأمريكي واهتمامه الضائل بما يجري خلف الحدود الهجرة، الصحة، الاقتصاد كانت في صلب الحملة الانتخابية الجمهوريون يراهنون على موقف الرئيس ترامب فيما يخص الهجرة والذي وصل حسب بعض الآراء إلى حد العنصرية إلا أنه موقف يلقى ترحيبا لدى فئة من الجمهور الانجازات الاقتصادية خلال العامين الماضيين ستكون ورقة رابحة في يد الجمهوريين فالرئيس نجح في توفير ربع مليون وظيفة في الربع الأخير وجعل البطالة تتراجع لأقل من 4% فيما يولي الديمقراطيون الصحة أهمية كبيرة في حملاتهم ويستفيدون حتما من موقفهم المتسهل نحو المهاجرين في كسب بعض المؤيدين الانقسام لا يزال في أوجه وجرائم الكراهية لا تزال تلقي بظلالها على الانتخابات فيما حجبت فيسبوك أكثر من مائة حساب عشرية الانتخابات وفي ظل إقبال غير مسبوك وتحتيم لأرقام سابقة من ناحية عدد المرشحات تحديدا أو من ناحية حجب الصرف على الحملات الانتخابية يبرز التساؤل عن أهمية الفوز في مجلس الشيوخ والنواب وإلى أي مدى قد تتغير السياسة الخارجية الأمريكية تبعا لفوز أحد الحزبين هذا ما سنناقش مع ضيوفنا بعد قليل بعد مرث طويل من الحملات المكثفة تزعمها الرئيس دونالد ترامب عن الجمهوريين وسلفه باراك أوباما عن الديمقراطيين انتلق صباق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لتحديد ميزان القوى في الكابيتول على واقع تصاعد جرائم القراهية وخطاب عنصري وتروض مفخخة لنجعل أمريكا عظيمة من جديد ذلك الشعار الذي فاز به ترامب في انتخابات رئاسة عام 2016 كانت تميمة التي انطلق بها ترامب في الولايات الأمريكية حشدا لتأييد الجمهوريين من أجل الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ أو على الأقل الإبقاء على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ الأكثر أهمية عدد من بطاقات التأهل والفوز بالانتخابات في أيدي الجمهوريين تتمثل في قوة الأداء الاقتصادي الذي يعد الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة وفقا لشبكة فوكسي نيوز إلى جانب الحرب التجارية مع صين ومعاودة التفاوض في الاتفاقيات الدولية وفرض عقوبات صارمة على إيران إلى موقف ترامب المتشدد حيال الهجرة غير الشرعية منذ انتخابه وأخرها قافلة الهجرة القادمة من أمريكا الوسطى التي زادت من سخونة أجواء الانتخابات مع استدعائه تعزيزات لقوات الجيش على طول الحدود مع المكسيكي لمنع القافلة من دخول البلاد أما الديمقراطيون فلا يجدون سوى ورقة نظام الضمان الصحي المعروف باسم أوباما كير والتركيز على شخصية ومواقف ترامب المثيرة للانقسام في الولايات المتحدة كما يراهنون على مشاركة كبيرة من جانب السيدات مع صعود حركة ميتو النسائية وشباب الألفية الرافدين لسياساته ويعولون أيضا على أصوات الناخبين في ضواحي المدن مع استغلالهم لإعلان للجمهوريين اعتبروه مثيرا لانقسامات عنصرية المشاهير ألقوا بثقة لهم أيضا في مدمار سباق مع مشاركة نجمة التلفزيون أوبرا وينفري حملة ترك الأبواب لحجل تأييد للديمقراطيين أجواء تشير وفقا لاستطلاعات الرأي إلى أن ديمقراطيين قد يحققون تقدما في انتخابات مجلس النواب مقابل سيطرة الجمهوريين على الشيوخ ما يضع البلاد أمام مجلس تشريعي منقسم وهو ما يحقق غاية الديمقراطيين بعرقلة أجندة ترامب السياسية لكن الجمهوريين قد ينهو عقدة خسارة حزب الرئيس في التجديد النصفي للكونجرس ليحقق مفاجأة ثانية مثل ما فعلها ترامب قبل عامين لبرنامج هنا رياض شادي أنور موسيقى 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 ألم بكم من جديد نواصل النقاش في هذا الملف مع ضيفنا هنا في السوديو الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري ينضم إلينا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل ومن باريس الكاتب والباحث السياسي دكتور رامي خليفة العلي أهلا بكم جميعا وقبل أن أبدأ في النقاش مع ضيوفي ينضم إلينا من واشنطن مراسل الإخبارية من هناك أحمد القرني أهلا بك أحمد يعني صف لنا أجواء هذه الانتخابات يعني أبرز المشاهدات لك في عملية الاقتراع هذه نعم مرحبا أخي مع أخي مفرح حسب ما ورد في الأساسات باريس قبل قليل أن هذه الانتخابات النصفية تشهد إقبالا كبيرا مقارنة بالانتخابات النصفية التي كانت في 2014 حتى الآن عدد المصوتين تجاوز 34 مليون وبعض الروايات قالت 33 مليون مقارنة بـ 24 مليون في 2014 السينين أوردت قبل قليل بأن هناك نسبة كبيرة جدا من الشباب والنساء ومن من يصوتون لأول مرة في الشارع الأمريكي شهدت هناك بعض الولايات أو بعض مراكز الاقتراع ازدحاما كبيرا جدا وهذا يعطي مؤشر كبير على مدى الحشد الهائل الذي كان خلال الأيام الماضية في هذه الانتخابات وتحديدا في ولاية جورجيا وبعض مراكز الاقتراع في فرجينيا وبعض مراكز الاقتراع في نيجورسي التي اكتضت وبالبعضهم أورد بأن الصفوف امتدت تقريبا إلى أكثر من ثلاث ساعات ازدحاما للوصول للاقتراع حتى الآن لا يوجد أي نتائج رسمية بعد ثلاث ساعات تقريبا من الآن سيغلق أول مركز الاقتراع في الشرق الأمريكي حتى تكتمل إلى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت واشنطن هذا المساء نعم يعني كيف كان طبعا هناك التحطيم لأرقام قياسية عديدة أنت تحدثت عن عدد الناخبين ربما مقارنة 34 مليون تقريبا مقارنة بـ 24 مليون في العام 2014 هناك حديث عن تمويل والصرف على هذه الانتخابات وأنه فقد الانتخابات السابقة أيضا حجم مشاركة المرأة كمرشحة في هذه الانتخابات نعم دعني أورد أهمية هذه الانتخابات لأمرين جوهريين وكل الأسباب الأخرى هي تأتي اتباعا لهذه السبابين السبب الأول كلما زاد عدد المقاعد في مجلس النواب تحديدا كلما حجم دور الرئيس أو صلاحيات الرئيس أو حتى قوانين افتراضية ينوي سنها لأيام الفترة القادمة خاصة فيما يخص بالشأن الداخلي الأمر الآخر هنا قضية مفصلية وهو تعني هذه الانتخابات هي تقييم جوهري لأداء الرئيس حتى الهان مما يعطي دلالة معينة ما هي مؤشرات الفترة الرئاسية القادمة التي ستكون بعد عامين من الآن هنا قضيتان دائما يركز عليها الحزبين أو الحزبان الحزب الجمهوري هو دائما يركز على قضية الهجرة وأن الحزب الديمقراطي هو يسعى فعلا إلى محو الحدود الجغرافية الولايات المتحدة الأمريكية كناية بأن الجمهوريين هم يريدوا أن يهددوا الأمن القومي بما يسمى بالهجرة بينما في المقابل الحزب الديمقراطي هو دائما يركز على قضية الملف الصحي أو التأمين الصحي الذي يحاول الحزب الجمهوري بدوله إلى عرقلته أو ما يسمى بأوباما كير لكن في كل الأحوال هناك خطاب شعبوي إذا صح التوصيف يسيطر على هذه الانتخابات لأجل ذلك قوبلت بردات فعل ليست بالهينة من بعض أوساط الشارع الأمريكي وتحديدا من فئة الشباب ومن فئة النساء ضد ما يسمى بالانقسام الاجتماعي الذي يتهم بتسبيبه هو الرئيس الأمريكي الحالي شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الإخباري أحمد القرني شكرا جزيلا لك ولي هذه المعلومات وأبقى في واشنطن مع أستاذ العلوم السياسية هناك في جامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل أهلا بك يعني هذه الانتخابات التي غاب عن حملاتها الانتخابية ربما هاجس السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ولكن في التساؤل في دول العالم عن تأثير فوز الديمقراطين أو الجمهوريين بمجلس الشيوخة أو بمجلس النواب على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا كيف ترى أولا تحية لحضرتك والديوف الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات أشكد أستاذ أحمد على تقريره الممتاز نعم نحن نشهد انتخابات ولم تغلق سندق الاقتراع بعد وطبعا هناك اختلاف في التوقيت ما بين الساحل الشرقي والساحل الغرب يعني لن نعرف مثلا نتائج ولايات كاليفورنيا واريجون وواشنطن ستيت إلا بعد تقريبا منتصف الليل فالأمور مازالت في حالة ترقب نعم أعتقد أن على الأقل الجمهوريين سيحتفظون بأغلبية مجلس الشيوخ بل قد يخسر الديمقراطيون عزيزا في ولاية ميزوري في القلب الأمريكي ودي طبعا لها معاني هم إن رسالة ترامب حول الهجرة حول الاقتصاد حول المنافسة الاقتصادية مع الصين لقت تجاوب من قطاعات واسعة في الجماهير الأمريكية سأكتفي بهذا لكني أريد أن أشير إلى قضية مهمة ربما يحتفظ الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ آسف في مجلس النواب وبالتالي يسيطرون على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لكن حتى مع نجاح الديمقراطيين الإفتراضي في مجلس النواب حيث تكون أغلبية ضعيفة جدا وأنا شخصيا أستبعد نجاحهم القضية هي أن ترامب نجح في أن يخلق الأجندة الجديدة لأمريكا لذلك مثلا أعتقد أنه سيصر على سياسته القوية ضد إيران حتى لو فقد حزبه الأغلبية في مجلس النواب وأنا أستبعد هذا طيب فالقضية هي ليست قضية تغيير في السياسة الخارجية كيفية استمرارية سياسة ترامب الخارجية في ظروف مختلفة سنعرف أوضاعها بعد ساعة قليلة طيب دكتور رامي الخليفة العلي أهلا بك من جديد يعني الأوروبيون تحديدا يراهنون ويتمنون بطبيعة الحال فوز الديمقراطيين لكبح سياسة ترامب سواء ناحية أوروبا أو باقي دول العالم هل تعتقد أن هناك تغير كبير سيكون إذا فازت ديمقراطيون أهلا بك مفرح تحية لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام باعتقادي لا لأننا نتعامل مع رئيس الحقيقة مختلف عن الرؤساء السابقين وبالتالي لا يمكن أن يأخذ نتائج الانتخابات النيابية المجلس النواب والكونغرس على أنها مؤشر وبالتالي هذا سوف يدفع إلى تغيير سياساته الخارجية على الأقل نقطة القوة التي لطالما رهن عليها ترامب سواء في سياسته الداخلية أو سياسته الخارجية هي الحسم في القرارات واتخاذ موقف الرجل القوي الذي يدير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لذلك لم يتردد في معارضة أوروبا في معارضة حلفاء على الضفة الأخرى في الأطلس وهذا الحقيقة ما أثار ربما غضب الأوروبيين ورغبتهم بإحداث تغيير في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هل يتوقعون أن ذلك سوف يؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسة الخارجية للفترة المتبقية من إدارة الرئيس ترامب لا أعتقد ذلك وإن كان هناك مراهنة على إمكانية تحقيق الفوز على صعيد مجلس النواب على الأقل من قبل الديمقراطيين مما سوف يعرقل أو يقيد يدي الرئيس بشكل نسبي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وفيما يتعلق بتمرير القوانين وحتى تمرير العقوبات وما إلى ذلك التي يتخذها في مجال السياسة الخارجية ولكن هذا النهج الذي شهدناه خلال السنتين الماضيتين من عمر إدارة الرئيس ترامب لا يعتقد الأوروبيين أنه يمكن أن يتغير في السنتين القادمتين ولكن على الأقل هناك مؤشر والمؤشر الآخر الذي يجد انعكاسا الحقيقة في أوروبا مفرع وهو أن هناك تيارات سياسية قريبة من وجهة نظر ترامب في رؤيتها للعالم في رؤيتها للهجرة في رؤيتها للدولة القومية وما إلى ذلك نتحدث عن اليمين الشعبوي الذي تقدم خلال السنتين الماضيتين بشكل كبير على مستوى الانتخابات في الدول الأوروبية وبالتالي إذا ما حقق الجمهوريون فوزا في هذه الانتخابات ذلك سوف ينزل بردا وسلاما على تلك الأحزاب اليمينية وسوف يكون بالضد من إدارة معظم الأحزاب الديمقراطية أو أحزاب الجمهورية كما تسمى هنا في أوروبا لذلك هناك انعكاس لهذه الانتخابات على صعيد الداخل الأوروبي حتى طيب يعني دكتور أحمد اقتربت ساعة الحسم ربما وخلال ساعات قليلة كما قال مرسلنا أحمد القرني ستظهر نتائج الأولية بالتالي فيما لو فازت ديمقراطيون بأغلبية في المجلسين أو في أحدهما تأثيرها على العقوبات الأمريكية على إيران وأيضا على الحوار مثلا مع كوريا الشمالية والملفات التي بدأ بجدية فيها الرئيس الأمريكي ترامب برأيك أشكرك أخذ الموضوع من ثلاثة يعني من ثلاثة زوايا أولا بشكل عام الانتخابات النصفية هذه لماذا اختلفت عن الانتخابات الأخرى إذن هذا الزخم الذي حاط بهذه الانتخابات هذا يعطي دلالة على الانقسام الذي يحصل في الرئاسات الأمريكية الثلاثة الداخلية وأيضا إلى ما يحدث من تجاذبات سياسية داخل البرلمان وداخل الكونغرس لأن الرئيس الأمريكي استطاع أنه يقدم سياسة غير عادية لم تقدم على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خذ من ناحية السياسية مثلا كوريا استطاع أنه يجلس مع الرئيس الكوري الشمالي الذي عادها فقط لنكسب الوقت يعني النقطة الأخرى في موضوع التي أنت تحدثت نهاية ثلاث نقاط نعم النقطة الثانية وأنا أقول أنه ترسيخ القطبية يعني في عهد أوباما تجد أن الروسيا برز نجمها كقطب بينما وانسحبت المتحدة وانكفعت الآن استطاع أن الرئيس ترامب أنه يقدم هذه القطبية كمنافس أيضا نقطة وأنا أتفق مع متفضل بي لخمي خائل من الولايات المتحدة الأمريكية أن مهما حدث سواء كان فاز الديمقراطيون بأغلبية فتبقى مجلس الشيوخ أيضا بيده القرار لا سيما أن هناك فيتو للرئيس حتى ولو فازوا الديمقراطيين إلا أني أنا أعتقد أن الشعب الأمريكي أختار الاقتصاد أختار أن يعيش الأمريكا للأمريكيين أختار أيضا القضاء على البطالة وهذا ما عزف عليها الرئيس الأمريكي طيب أريد تعليقا مختصرا من كل ضيوفي هنا عن هل يمثل تمثل نتائج الانتخابات التي ستصدر وتخرج بعد ساعات استفتاءا حقيقيا على سنتين من أداء الرئيس ترامب أبدأ معك دكتور أحمد أنا أعتقد أنها ستتمثل استفتاءا على السنتين القادمة وعلى مرح وعلى بطرة رئاسية قادمة طيب دكتور نبيل ميخايل نعم ستمثل استفتاء ومن الخطأ ظهور شخصيات غير محبوبة للشعب الأمريكي يعني أوباما لعب دور بطيء جدا في هذه الحملة ولم توجه إلا إلا ولاية فلوريدا حيث هناك مرشح لمنصب الحاكم ينتمي إلى اليسار المتطرف حتى تصريحات هلالي كلينتون في هذا الصباح لم تكن مقبولة فأعتقدناها تصويت على شعبية ترامب وأيضا رفض للعديد من الشخصيات الديمقراطية دكتور رامي تعتقد أنها يمكن أن تمثل استفتاءا أو يعني مراجع لأداء الرئيس ترامب أم أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد ربما باعتقادي إلى حد بعيد لا شك بأن هناك استفتاء على سياسات الرئيس وخصوصا على مستوى الداخل الأمريكي ربما في الخارج الأمريكي هناك السياسات الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك خلافات وتجاذبات وربما حتى صراعات على المستوى الخارج ولكن على مستوى الداخل الأمريكي باعتقادي أن هناك ما تحقق خلال الفترة القادمة وبالتالي هذا يمكن أن يدعم إلى حد كبير موقف الجمهوريين في هذه الانتخابات ويمكن أن يدعم موقف الرئيس ترامب لأنه في نهاية المطاف ما يهم الناخب الأمريكي هو الحالة الاقتصادية ويبدو أن هناك تقدم حدث في المؤشرات الاقتصادية التي شاهدناها خلال السنتين الماضيتين ولكن الآن الحقيقة هناك حالة انقسام اجتماعي وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات وبمقدار ما تمثله من استفتاء على سياسات الرئيس ترامب أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا لننتقل إلى ملفنا التالي في هنا الرياض بعد قليل تحت وطأ العقوبات المريرة إيران تتراجع وتبدي استعدادها لمفاوضات مع واشنطن حول صفقة نووية جديدة عقوبات ترامب ترخي بظلالها على المشهد الدولي والبيت الأبيض يحذر المتحايلين على حزمته الثانية أكثر من 24 ساعة مضت على تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران الوضع يبدو كارثيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكل المؤشرات تقول إن الحبل الذي تجاذبه النظام يلتف حول عنقه فجاء إعلانه تحت وطأ العقوبات عن الاستعداد لمفاوضات حول صفقة نووية جديدة ومع سريان العقوبات وتهديد إدارة ترامب بمزيد من العقوبات تجاه إيران والدول التي لا تلتزم بها يبدو أن إرهاصات الأزمة الداخلية في إيران باتت تطل برأسها ففي تصريح هو الأول من نوعه أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانجيري أن للعقوبات تأثير واضح ليتقاطع ما تأكيد الخارجية الإيرانية التي صرحت قبل ذلك بأن فرض العقوبات ستكون له آثاره السلبية على البلاد حيث كان اللافت في مثل هذه التصريحات اختلافها التام مع مجمل تصريحات النظام قبل أيام فرض العقوبات الأمراكية طرح بدوره سيناريوهات متعددة فيما يخص كل من الشعب الإيراني ونظامه وحتى واشنطن فالكثير ينظر إلى التحرك الأمراكي على أنه شرارة التي ستشعل نار الاحتجاجات الشعبية في الشوارع وتهز النظام تمهيدا لتفتيته داخليا أما النظام فيبدو عاجزا في حين يعقد البيت الأبيض العزم هذه المرة على تقويض نظام الملالي مع تحقيق معادلة تصل بصادرات النفط الإيراني إلى نقطة صفر لكن بطريقة لا تؤثر سلبا على إمدادات النفط العالمية دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على نظام الملالي في تهران حيز التنفيذ سبقها اقتصاد إيران على طريق الانهيار ليظل توقع النجاة معلقا في 12 طلبا أمريكيا أمام النظام الإيراني خيار إما أن يتحول 180 درجة عن نهجه الخارج عن القانون ويتصرف كدولة طبيعية أو سيرى اقتصاده ينهار وإلى أن تغير إيران سلوكها وفقا للشروط الـ 12 التي حددتها في مايو سنوصل ضغوطا لا هوادة فيها على النظام عقوبات تقطع شريان إمداد ميليشيات إيران الإرهابية بالمال والسلاح وتحد من سلوك الملال التخريبي والمزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الخام إلى الصفر ما قلص صادرات إيران بأكثر من مليون برميل وخسر النظام منذ مايو حتى الآن أكثر من مليارين ونصف المليار دولار من عائدات النفط عزلة بكل ما في الكلمة من معنى اقتصاديا تجاريا وماليا بعد إعادة فرض كامل للعقوبات الأمريكية على إيران فرضنا عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة في إطار أكبر إجراء على الإطلاق تتخذه وزارة الخزانة في يوم واحد مستهدفا إيران هذه العقوبات القوية تستهدف مباشرة قطاعات البنوك والطاقة والشحن في إيران وتحسبا للوقوع تحت طائلة الجزاءات الأمريكية بدأ العديد من الشركات حول العالم لالتزام بالعقوبات في مقدمتها نظام سويفت الدولي للتحويلات المصرفية معلنا تجميد اتصالة بنوك إيران بشبكته العالمية الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة ستتصاعد اعتبارا من الآن على الشركة في مختلف أنحاء العالم أن تدرك أننا سنطبق عقوباتنا بشكل صارم لكن المزيد من العقوبات ما زال في الطريق كما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكسي نيوز لنكون واضحين نحن ننضي إلى أن تكون العقوبات أكثر من ذلك بكثير ببساطة لن نكون راضين عن مستوى العقوبات التي كانت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 المزيد قادم وربما الأكثر أهمية وأمام التصعيد الأمريكي كانت تخبط واضحا في أركان نظام الملالي فروحان يتهم أمريكا بشن حرب اقتصادية ويزعم قدرة بلاده على الالتفاف على العقوبات في حين يقر نائبه إسحاق جهنجري بتأثيرها ويطالب بتغيير سياسات إيران وارتة دفعت جوى الظريف للتصريح لصحيفة USA Today الأمريكية بالاستعداد للتفاوض على اتفاق نووي جديد تجاذب وارتباك يكشف عمق الأزمة التي يعانيها الملالي وأن لا نجات من عواقب سياساته العدائية وممارساته الإرهابية مع جردة الحساب الثقيل للنظام الإيراني الذي يدفع فواتيرها شعبه لبرنامج هنا الرياض رند فتحي أهلا بكم من جديد واصل مع ضيوفي وتوجه مباشرة إلى الدكتور رامي الخليفة العلي يعني عندما يأتي رد إيراني بأنهم مستعدون لمفاوضات حول صفقة نووية جديدة أي دلالة لذلك والعقوبات في حزمتها الثانية لا تزال في بدايتها ما لا شك فيه بأن هناك إدراك من قبل النظام الإيراني بأن هذه العقوبات الاقتصادية والحزمة الثانية على وجه التحديد سوف تكون مؤثرة بشكل كبير على النظام الاقتصادي وعلى الأزمة الاقتصادية التي استفحلت خلال الشهور الماضية ما لا شك فيه بأن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمة خطيرة كما تعلم فرح فإن العملة الإيرانية التومان قد خسلت 70% من قيمتها منذ بداية هذا العام هناك أثر كبير على الطبقات الفقيرة وعلى الطبقات المتوسطة هذا الأمر أدى إلى احتجاجات في هوامش المدن في المناطق الفقيرة وشهدنا لأول مرة ارتفاع للأصوات التي تعترض على السياسة الإيرانية في الإقليم وتطالب النظام الإيراني بأن يتوقف عن مساندة الميليشيات الإرهابية وأن يوجه الأموال لخدمة الشعب الإيراني وبالتالي هناك إدراك من النظام لأهمية وخطورة هذه العقوبات الجديدة التي سوف تؤثر بشكل كبير بالرغم من المكابرة الإيرانية ولكن منع إيران من التداول في سوفت في النظام المصرفي العالمي هذا سوف يعرق الكثير من الصفقات التجارية وسوف يمنع عديد الشركات المتوسطة والصغيرة التي ما تزال تعمل في إيران سوف يعرق العملها واستثماراتها هناك وبالتالي على المدى المتوسط سوف يكون هناك تأثير كبير على النظام الاقتصادي الإيراني وهذا ما يدركه النظام الإيراني نقطة يجب الإشارة إليها أخيراً نفرح وهي أن هذه الحزمة لا تأتي فقط كأسلوب وحيد من القبل الإدارة الأمريكية في الوقوف بوجه السياسات إيران وإنما هناك الحقيقة الوجه الآخر وهو الوجه السياسي هناك سياسة أمريكية تريد من إيران أن تغير سياستها في المنطقة وأن تتوقف عن محاولات الهيمنة وعن إثارة حالة عدم الاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية والتدخل في شؤون دول الجوار شهدنا ذلك الحقيقة في امتناع الولايات المتحدة الأمريكية ومنع إيران من الاتفاق الذي حدث في جنوب سوريا أيضا في اتفاق سوتي فيما يتعلق بإدلب إيران كانت غائبة مع أنها حاضرة في الملف السوري وبالتالي نجد استراتيجية متكاملة من قبل إدارة الرئيس ترامف في مواجهة إيران ومن ضمنها هذه العقوبات نعم شكرا لكم باريس الكاتب والبحث السياسي دكتور رامي الخليفة العلي وشكرا لمشاركتك معنا دكتور أحمد هذا التراجع الإيراني في بداية الحزمة الثانية من العقوبات على لسان وزير الخارجية جواد ضريف هناك استعداد لصفقة نووية جديدة بعد كل المكابرة والتصعيد الآن الإيرانيون لا يشترطون لهذه المفاوضات إلا الاحترام المتبادل هل ترضى واشنطن بذلك أما أنها قد لا تقبل خاصة بعد 12 شرطا وضعتها لتغيير أو تخفيف العقوبات على إيران حسنت العقوبات التي وقعتها الآن هي تعتبر أكبر عقوبات طبقت على إيران منذ 79 وقل بأن هناك مزيد من العقوبات نعم كان هناك عقوبات قبل أوباما وهي كانت تحت الفصل السابع وكانت عقوبات أممية أوباما رفع هذه العقوبات وبدأ النظام الإيراني يستفيد من الاقتصاده ومن بتروله ميزة هذه العقوبة أنها عقوبة انفرادية ليست عقوبة أممية وإنما هي عقوبة انفرادية من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعطي متنفس لإيران بالالتفاف لأن الاتحاد الأوروبي لا زال على علاقة مع إيران أيضا الاستثناء الأمريكي لـ 12 دولة من هذه العقوبات أيضا يعطيها نوعا من التنفس هناك خطابات للقيادة الإيرانية وهو خطاب داخلي شعبوي يدعو إلى الحشد ويدعو إلى الصمود ويدعو إلى أن هذه العقوبات لا تضر هناك خطاب خارجي وهو الذي نسمعه الآن وهو ما تتبعه دائما السياسة الماكرة لنظام الملالي وهو الذهاب إلى حافة الهاوية وإذا وصلوا على حافة السقوط يعودون وهو ما نسمعه الآن في الخطابات هناك أيضا سياسة ماكرة أخرى للنظام الإيراني وهو الرئاسات الثلاثة ما بين المرشد ورئيس الجمهورية وحرس الثوري عندما لا يريد مثلا رئيس المرشد أن يدخل في سجال أو لا يريد أن يظهر أمام شعبه وأنه يتراجع يترك الأمر لرئيس الجمهورية الروحاني وهو هذا ما حصل الآن يعني المرشد التزم الصمت والروحاني الآن يغازل أمريكا من أجل أن يجد هذا المتنفس أنا أعتقد أن مثل ما قرأنا أنها هي سياسة كسر العظم للنظام الإيراني حتى ولو كان هناك نوع من التنفس هناك طبعا نزول إلى أكثر من نص كمية البترول من مليونين وأربعمائة إلى مليون ومائتين هذا بالضرورة سيجفف كثير من المنابع والأهم هذه المنابع هو الأذرع التي تتقذى من الاقتصاد الإيراني وهي حزب الله والحوثي رأينا الانفرجات الآن في اليمن حزب الله بالضرورة بعد هذا التجهيف سيخف وطأته نعتقد أن المستفيد من هذه العقوبات هي الشعب الإيراني وأيضا الشعوب العربية الأخرى طيب دكتور نبيل يعني إذا كانت عقوبة مفرادية كما قالت دكتور أحمد هنا من الولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن إذن لإيران التحايل والالتفاف عليها خاصة وأنه هناك دول مستثناء من بيع النفط وأيضا طالما أنه هناك منع لاستخدام نظام سوفت العالمي والولايات المتحدة هي من تدير هذا النظام نعم لا شك في هذا أتفق معك تماما سيكون هناك نوع من التحايل من قبل النظام الإيراني لأن هذه هي طريقتكم لعقود طويلة وأنا أعتقد أن هم سيحاولوا أنهم يربحوا صفقات بترولية طويلة الأجل بحيث أن العقوبات الاقتصادية لا تأثر فيها يعقدوا صفقة طويلة الأجل لمدة 10-15 سنة مع الهند لاستيراد البترول الإيراني فبالتالي أي عقوبة ستحاول يعني إيران إخفاقها هو في نقطتين مهمين أولا مدى اعتمادهم على روسيا من أجل إسقاط وإجهاض تلك العقوبات ربما نسمع عن صفقات مع روسيا لمحاولة إسعاف الاتصاد الإيراني وده كان واضح حتى في هذا الصباح لما لفروف وزير الخارجية قال أن العقوبات ضد إيران لا يجب أن تمتد ولا يجب أن تستمر أو تزيد الأمر الآخر هو متى سيتم عسكرة يعني الوجود الأمريكي ضد إيران يعني دلوقتي أنا أتوقع أن ترامب بعد الانتخابات وفي ضوء أغلبية جمهورية متوقعة قد يصر قرار بإرسال قطع بحرية حربية أمريكية إلى منطقة الخليج لمراقبة سلوك إيران لتطبيق العقوبات وأيضا لإظهار القوة فنحن بصدد احتمال مواجهة قوية لن تؤدي إلى حرب لكن قد تؤدي إلى مناوشات مناوشات عسكرية أمريكية ضد إيران وبالعكس وطبعا هذا سيرفع درجة التوتر في المنطقة طيب لكن طالما دكتور نبيل واشنطن طلبت 12 شرطا حتى تخفف العقوبات في سبيل إزالة بعضها أو كلها لاحقا من إيران إيران الآن لا تطلب سوى التعامل باحترام للدخول في مفاوضات للاتفاق النووي من جديد برأيك هل يمكن أن نرى هذا قريبا أم أن واشنطن سترفض حتى اكتمال تنفيذ شروطها هي كل هذه الأقوال عن احتمال قمة ما بين روحاني وترامب ما هو إلا هذا لن يكون هناك تصالح مباشر ما بين أمريكا وإيران يعني بكيفية سريعة وبطريقة تاريخية كما حدث مع كوريا الشمالية أنا شخصيا أعتقد أن رئيس ترامب بعد الانتخابات سيركز على الحوار مع كوريا الشمالية نازع سلاحها النووي وجود مراقبة دولية على هذا استثمارات أمريكية في كوريا ده طبعا سيكون برضو نوع من الضغط على الصين لأن الصين تخشى كوريا موحدة لأنها ستكون كتلة بشرية واقتصادية هائلة لكن لا تصالح سريع لا مؤتمر قمة ما بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين هذا أمر مستبع التمام طيب دكتور أحمد أخيرا طالما أنه لا قمة مرتقبة بين الإيرانيين والأمريكيين في ظل هذه العقوبات الخانقة وكسر العظم الإيراني هل يمكن أن تقوم إيران بعمل بين قوسين انتحاري في المنطقة؟ أولا أنا ربما لا أتفق كثيرا مع طرح الأستاذ ميخايل فالنظام الإيراني وأيضا الرئيس ترام دائما يعني يوافون بالمفاجآت فسياسة الأمريكية هي لا تنال من النظام وإنما تريد تغيير سلوكا فلو تجه النظام الإيراني إلى تغيير السلوك والإذعان إلى هذه الشروط وهذه الطلبات أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغير رأيك لا سيما أن الرئيس الأمريكي هو والإرادة الأمريكية لا سيما هم يسعون إلى بقاء إيران كمهدد وأنا أقولها بصراحة يعني بقاء إيران كمهدد للمنطقة هذا فالزاعف المنطقة هذا يصوب في كثير من الأجندات والسياسات ولكن مثل ما تفضلت لو لم تدعن إلى العقوبات سيبقى هناك أيضا حزمة أخرى وأنا أعتقد أنها ستكون أكثر ولا سيما أن الاستثناءات هي مؤقتة لكن ردت فعل إيران هل يمكن أن تفجر الوضع في المنطقة بأي عمل؟ إيران لا يستبعد منها أن تبتع الأزمة جانبية في أي منطقة سواء كان في الخليج العربي أو كان في العراق أو كان في سوريا وهناك إرهاصات مثل ما سمعنا في قبل الشهر الماضي عندما أرسلت صواريخ باليستية إلى العراق قد تعز إلى أذرعها الآن الانتخابات العراقية وهي تتجه أيضا إلى الهوى الإيراني فربما إيران تفتعل كثير من الأزمات وهي تجيد مثل هذه الأمور وهو عملية تشتيت الذهن وافتعال الأزمات الجانبية من أجل خلق أجواء تساعد ولسيما أيضا الاتحاد الأوروبي وأوروبا ليسوا منسجمين كثيرا مع السياسة الأمريكية شكرا لك الخبير الأمني والاستراتيجي دكتور أحمد الشهري ومن واشنطن أشكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل شكرا جزيلا لك والشكر موصول لكم مشاهدينا نلتقي غدا في حلقة جديدة في أمريكا اشتركوا في القناة